تم إيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 بمدينة أولمبياد القديمة المكان الذي شهد انطلاق أول ألعاب أولمبية قبل 2800 عام حضر مراسم إيقاد الشعلة جاك روج رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وسبستيانكو رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012 وقال كو هذه الشعلة تحمل رسالة السلام والصداقة وتحمل أيضا الاحترام والخير لشعب المملكة المتحدة وتسلط الضوء في بلادنا وتذكر الناس بالقيام الأبدية للألعاب الأولمبية التي نتقسمها جميعا رحلة الشعلة في اليونان ستستمر لمدة أسبوع فيها زيارات لخمس مواقع أثارية بما فيها الأوكروبوليس أما الرحلة البريطانية للشعلة تنطلق في التاسع عشر من أيار مايو الحالي في جنوبي غربي إنجلترا وتستغرق سبعين يوما حتى حفل الافتتاح المقرر في السابع والعشرين من تموز يوليو في لندن ترجمة نانسي قنقر